ما أن تدخل إلى الصحن الشريف لمرقد المولى أبي الفضل العباسي عليه السلام من جهة باب القبلة حتى يأخذ بصرك روعة الباب لما يحتويه من تصاميم زغرفية وعمل فني إضافة إلى بريق الثريات المتدلية من السقف التي جاءت مكملة للوحة الفنية التي تتناسب مع قدسية المكان صدر الأمر أنه بنصب الثريات الخاصة بباب القبلة بعد أكمال العمل به الحمد لله وشكر عدد الثريات على عدد المعصومين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين النوعية نفس النوع مع الثريات التي موجودة بالصحن الشريف النوع تشيكي وأكو اختلاف بسيط ظاهر للمنظر الأحلى أو الأجمل الأدرع فقط الأدرع لونها أحمر الأدرع هناك لون فضي هناك لون أحمر هذا الاختلاف البسيط بس يعني أربعة عشرة ثرية في السقف ترمز إلى أربعة عشر إماما معصوم إضافة إلى الثريات الجانبية التي تضفي جمالا يبهر الزائرين فقد روعيت فيها مواصفات عالية الجودة واختيار ألوانها وأشكالها يرسم خاصية التناغم والتناظر مع النسيج العمراني للصحن الشريف وللعتبة المقدسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر